تعالي نبتدي بالأهلي على ذكر الأهلي نبتدي بالأهلي قبل أن نروح مع حضرتك للمنتخب وكيف رأيت صفقات الجديدة ورؤيتك لما هو قادم إن شاء الله في الموسم الجديد والله يمكن الأهلي ما عملش يمكن ثلاث صفقات يعني أو يعني عدد ما حدود دل تم الإعلان طبعا عنهم لكن أعز أقول إن هنا في مصر يعني اللعبة في مصر كلهم شبه بعض يعني بقيت العملية فيش حد فارق قوي يعني خلين نتكلم بكل صراحة اللي فارق الموهبة نضبت من حدنا دي حقيقة إيه اللي حصل دي ليه ده حصل ما بقاش فيه كشفين زي زمان ما بقت الموضوع بالنسبة لل مش وكلاء اللعبين قصة مصر تحديدا بس في المقابل أنت عندك دلوقتي الثقافة حتى الشعبية المجتمعية كتير جدا من أولياء الأمور والأهالي اللي عندهم أطفال صغيرين عايزين يشوفوا ولادهم محمد صلاح تحديدا فده نتج عنه تشجيع كتير من الأهالي لأولادهم على موارسة الرياضة دي بالتحديد صحيح موجود ده من الأهالي عايزين يولادهم كلهم يبقى لعيبها حتى لو مش محمد صلاح يبقى لعيب بملايين في الدور المصري سأتلعني لنا محمد صلاح في النص مفيش بشكل في المقابل ظهرت لنا الأكاديميات والكلام ده كله أغلبها للأسف الشديد يعني مش عايزة أقول مصب يعني خلاني نتكلم بصراحة تجاري قطعات الناشئين أغلبها برضو في أغلب الأندية المصرية مش بالمستوى اللي هو بدلنا ما بتفرقش كتير للأندية الفريق الأول في كل نادي بقيت العملية ما بقاش الاهتمام بقى طاغ عليها البزنس أعلى من الموهبة زمان كان مثلا كابتن عبدالبقالك أو الراحة العظيم عبدالبقالك كان بيجوب المدارس وكان بيشوف في دور مدارس ومدارس كان بيشوف كان بيشوف اللعيبة يعني فيه عين بتشوف دلوقتي ما بقيت النهاردة حتى الاختبارات اللي هي آلاف مؤلفة بتروح تعمل الاختبارات وفي النهاية خمس دقائق بيلعبوا فيه لعبة أصلا فيه أطفال ما بيشوتوش الكرة أصلا بعد ما خلص يلا شوف غيره شوف غيره الموضوع بقى بزنس يعني اهتمام الأهالي ليس كافيا لكن في المقابل ما فيش العين الخبيرة بقى الموضوع بقى بزنس خلاص يبقى نجم كبير باسمه فيعمل أكاديمية مش عارف مين فأكاديمية صلاح أي كلام في أي كلام في النهاية ما فيش الأسس ما فيش الكلام ده مش موجود يعني للأسف الشديد ده ظهر أو خلانه نستخدم اللفظ وقعش طفح على الكرة المصريحية مع أنك رشفين في الزمن اللي احنا فيه ده من مصلحتهم من هما يروحوا كل قارية وكل كفر وكل نجح وبقت العملية أسهل لأنا قاعد النهاردة واحد في أسوان هيوريني حد بالفيديو على الواتس يبعثلي فيديو بلاش هيفتح لي لايف أشوفه يعني العملية بقت أسهل شوية لكن بقت العملية فيها البيزنس أعلى شوية يعني بقت تلاقى حتى يعني أنا فرق وهجة نظري أن أحد أسباب انهيار الكرة المصرية أو تراجع الكرة المصرية مش انهيار مش هو كلاء اللعيبة لأ لسه مصرى بقت العملية النهاردة لعب هيروح من نادي يا للأبان يا محسن تحس أن الفلوس أفسدت كرة القدم عموما بالزبط يعني حولتها من من رياضة وحتى من صناعة إلى تجارة بالزبط يكفي أن أقول له حراك أن يعني ما فيش لعب عندنا يستاهل مليون جنيه في السنة ما فيش لعب قيمته توازي مليون جنيه يعني لكن النهاردة بتسمع أقل حاجة نهاردة 15 و 20 وهو لاعب ما يفرقش عننا حاجة في الكورة بالزبط لا يلا راحت يعني هي جات عدي بالزبط صحيح فهي قصة كده بقت النهاردة السمسر للأسف أنا هجيب لك لاعب من إيد لإيد 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 ده بيوسط وده يعمل وعملية سهلة جدا رؤيتك للثلاث أسماء اللي انضمت طبعا كويسين أكيد إضافة للنادي الأهلي لأن نادي الأهلي كمان بس الناس بصت للمشهد الأخير في نهاية الموسم النادي الأهلي فبالتالي التدعيمات آه أنا فوقت مصري في الدور المصري محدودة شوية لأن كلهم أشباه مهمة زي اللي عندك أنت إيه هي العملها حتى تلاقي غربلة يعني إيه ده رحم الأهلي رحم هنا وده جا من هنا جا هنا كلها مفرقتش كتير لكن الإضافة اللي عندك هكون اللي منبرة اللي هو تحديدا سافيو البرازيلي طبعا هو بالنسبة لنا محدش عارف هو هيبقى يعني حتى كانت الفيديوهات رائعة ولعب قوي لكن في النهاية على أرض الملعب حياتي أسنع مبرد جنسيته مطبئنة إلى حد جبير لا وكويس إن في عين راحة للجزئة دي لأن إحنا دايما الأجانب بالنسبة لنا أفريقيا أفريقيا أو حتى شمال أفريقيا أخواتنا العرب ما برضو أفريقيا لكن ما رحناش بعيد أو الحتة دي أو نادرة شوية يعني كان أكرها في النادر لأهلي إيفلينو تقريبا إيفلينو كان فيه كاستيلو من كولومبيا قبل كده لكن مثلا شوفنا كينو في البرازيل في بيرامدز من كام سنة كان ظهر بشكل كويس فكويس إن أنت تروح للمنطقة دي إنها بعيدة شوية والمهارة متوفرة طبعا في أمريكا وحيو كمان أن برونو ساديو يقال إنه عنده نفس الكفاءة ونفس القدرة على اللعب الجيد في تلات مراكز مختلفة ودي برضو أعتقد تفصيلة هم يعني الجهاز الفاني كل دي حلوة سكريم لكن في النهاية يبقى التطبيق على الأرض الملعب ما أنت ممكن تجيب لعب رائع جدا وليكن هلند مثلا مثلا بس هلها ينفع مع الملعب بتاعتنا مع الأجواء بتاعتنا مع الأمور يعني أن أنت تتفهم الثقافة هنا عشان كده تلاقي بالمناسبة ده يعني استطارات كده بسيط المدربين البرتغاليين بينجعوا جدا في مصر لأنه بيعرفوا العقلية بيخشوا في دماغنا هم قريبين شوية يعني مننا مش ألمان مش فرنسيين تلاقيهم إيه بخلص عرفوا دماغ الجماعة المصريين فبينجعوا فكتلاقي في وقت مدرب الأهل ومدرب الزمالك مدرب فاركو تقريبا ومدرب المنتخب الأول كلهم برتغالي يتحدثوا اللغة واحدة فعشان كده هم بينجعوا أكتر فبدأ بيتوقف بالنسبة لبرونسوفي أنه يتأقلب مع الطبيعة في مصر يعني طبيعة الكرة في مصر طبيعة النادي الأهلي تحديدا لأنه النادي الأهلي طبعا بحكم نادي كبير ونادي عريق فليه موصفات خاصة